نظمت ودارة البيئة والصيد بالتعاون مع لجنة عمل متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأفريقيا المركدية نظمت الاجتماع الدوري التاسع لمكافحة التدهور البيئي كان ذلك بحضور الأمين العام ودارة البيئة وعدد من المسؤولين المعنين تقرير إشراق عبدالله رحمة يعتبر تدهور البيئي من العوامل التي تؤدي إلى التغيرات في المناخ مما يتسبب في عملية الزحف الصحراوي وجفاف بعض المناطق الصحراوية ولأجل القضاء على هذه الظاهرة فأن بعض الدول شرعت بوضع قوانين تحمي البيئة وحول هذا جاء المؤتمر الدور التاسع لمجموعة عمل مكافحة تصحر وتنفيذ اتفاقية أمم المتحدة وفي الكلمة الافتتاحية للاجتماع الدور التاسع قدموا مسل منظمة التعاون الفني الألماني بشات كلمة شكر فيه الحضور ومن ثم قال بأن هذه العملية التي قامت به مجموعة مكونة من لجنة الغابات إفريقيا المركزية والتعاون الألماني بعقد عدة جلساته من أجل تحديد صور وإعداد جيد لمواجهة الآثار البيئية أما ممثل الأمانة التنفيذية للجنة الغابات بإفريقيا المركزية رايموند نودوما أشار إلى أن نسبة تعارية التربة وتدهورها جاءت نتيجة لعوامل بيئية مؤسرة غالبا ما تكون في دول إفريقيا المتواجدة في الصحراء وهذا يؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مضيفا لا بد من التحرك الجماعيا من أجل استخدام الجيد للتربة وإدارة المياه أما الأمين العام بوزارة البيئة والصيد كيمتو أولوفي فقد تطرغ إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة التي تعمل على تدهور البيئة وأكذا قياب الشريط الأخضر في إفريقيا المركزية منوها بأن تجاوز هذه المرحلة لا بد من اعتماد على قرارات لجنة حوض السياج الإفريقي طالبا منهم تضافر الجهود معا من أجل التصدي للزحف الصحراوي وحماية البيئة الغابية من الانتسار